الصفحة اللي بعد كده انا كامل مع بعض بيكون فيه عندنا الدرس الثالث والرابعة. طيب السؤال الاول بيقول هنا. طيب خلي بالك عاوز يقول هنا هو حاول يخوفني يعني بانه يوريني فقر. طيب كلمة يخيفني دي اسمها فاقوله هنا فرايتن. السؤال اللي بعده بيقول هنا طيب عايز يتكلم هنا عن المحمية الطبيعية. بيقول انها بتحمي الكثير من الحيوانات والطيور. محمية طبيعية دي اسمها فاقوله هنا بعد كده بيقول بيقول كمان انت محتاج تضع ايه في سلة القمامة. كلمة بن مقصود بها سلة القمامة طبعا اللي هي القمامة. بعد كده بيقول اختي صغيرة تعلمت ازاي انها تقدر تعد عايز يقول على صابعها. يبقى اقول له هنا على اصابعها. السؤال اللي بعده بيقول هنا الطلاب يجب ان هما يتبعوا عايز يقول تعليمات المدرسة او قوانين المدرسة. قوانين او قواعد دي اسمها رولز. فاقول له هنا سكول رولز. واللي بعده بيقول ارآن نقط is a folly grown person. طيب ايه اللي معناه? شخص يعني كبير كليا شخص مكتمل. طبعا بتكلم هنا عن الادلت اللي هو الشخص الكبير او الراشد. السؤال اللي بعده بيقول هنا when you go to a shop you need to نقط. لما انت بتروح محل انت محتاج انك انت عايز يقول تدفع للاشياء اللي انت عايز تشتريها. طيب كلمة يدفع دي اسمها pay. فاقول هنا to pay for. مطلوب طبعا تدفع مكان الحاجة اللي انت عايزها. بعد كلمة يزرع اللي هي plant. بتجيلي برضو فعل بمعنى يزرع. اللي بعده بيقول هنا when you work not a group you can help each other. طيب عايز يقول لما بتعمل كفريق عمل او كجماعة انت تقدر تساعد الاخرين. طيب عايز يقول بقى يعمل كمجموعة او كفريق عمل باسمها as a group. يبقى هنا اقول له work as. واللي بعده بيقول you must نقاط old materials to keep the environment clean. طيب يجب عليك انك عايز يقول بقى تعيد تدوير المواد القديمة علشان تقدر تحافظ على البيئة نظيفة. طيب عايز بقى يعيد تدوير دي اسمها recycle. فاقول له هنا recycle تعيد يعني تدوير المواد القديمة. بعد كده بيقول people catch fish with fishing egg. الناس بتقدر تصطاد السمك بايه? طبعا الحاجة الوحيدة اللي تقدر تصطاد بها السمك في الاختيارات اللي هي fishing lines. اللي هي يعني شبكة السيد. واللي بعده بيقول هنا you shouldn't be angry with people you don't agree نقط. عايز يقول لا يجب عليك انك تبقى غاضب من الناس اللي عايز يقول بقى ما تتفقش معك. يتفق معك دي اسمها agree with. فانت هنا هتقول with. واللي بعده بيقول هنا. the teacher gave us نقط. on how to solve the mass problem. بيقول كمان ان المدرس اعطانا تعليمات ازاي نقدر نحل المسألة الرياضية. طيب عايز يقول بقى اعطى تعليمات. تعليمات اسمها instructions. فاقول له هنا instructions. واللي بعده بيقول هنا you must نقط here to start the radio. عايز يقول يجب عليك ان تضغط هنا علشان تشغل الراديو. كلمة يضغط دي اسمها press. فاقول له هنا press. بعد كده بيقول I ask my father to show me how to نقط a phone call. بيقول انا طلبت من بابا ان هو يوريني يعني ازاي اقدر اعمل مكالمة التليفون. طيب هنا كلمة phone call بيجي معها make. فاقول له make a phone call. واللي بعده بيقول when you go نقط reserve you can see the natural world. طيب عايز يقول يعني انت تقدر تمشي خلال الطبيعة لشان تتفرج على العالم الطبيعي. المحمية يعني فاقول له هنا اسمها go through اللي هي خلال او عبره. فاقول له go through. الصفحة اللي بعد كده يعني كمل مع بعض بيبدأ يمرني على سؤال مهم جدا. وطبعا سؤال اداء لك سؤال المحادسة. طيب زي ما قلنا اهم حاجة انك تقرر المحادسة كلها على مهلك. والترجمها قبل المتحل. وخلي بالك برضو السطر ده مهم جدا. بيعرفك المحادسة بتتكلم عني. طيب المحادسة بتاعتنا بيقول هنا مراد is telling علي how to grow a tomato plant. طيب مراد بيعرف علي ازاي يعني يقدر يزرع نبات الطماطم. خلينا نشوف كده. علي بيكلم مراد وبيقول له I would like to grow a tomato plant. بيقول له يعني انا حابب ازرع شجر الطماطم. what should I do first? بيسأله بقى ايه اول حاجة عملها? طيب لازم تعرف عشان تعرفه. قال له حاجة وبعد كده قال له like this place. بيقول له يعني زي المكان ده كده? يبقى كده اول حاجة تحدد المكان. فيان المراد هيقول له رقم واحد first first معناها اولا. واعمل كمع واقول بقى الحاجة الاولى. find a sunny place. يبقى اول خطوة سيدي انك هتجيب مكان مشمس. يبقى دي اول اجابة. first find a sunny place. اول حاجة تجيب مكان مشمس. قال له مكان مشمس زي ده. بعد كده رد عليه بحاجة. وكمل what should I do? طيب واضح ان هو بيقول له I. فاخليه نقول بقى yes. وممكن اقول مثلا that's right. هذا صحيح. تمام? ده مظبوط كده. طيب يبقى رقم اتنين yes that's right. علي بعد كده سأل وقال what should I do after that? ايه اللي عمله بعد كده? لازم برضو اكمل عشان اعرف. علي سأل سؤال قال له about two centimeter. اكيد هنا بيتكلم عن حفرة يعني عمقها اتنين سنتيمتر. فهنا بقى رقم تلاتة هيقول له then بعد كده يعني برضو comma وبقول make a small hole. يعني بعد كده بقى انت لازم تعمل حفرة صغيرة. يبقى تاني حاجة اقول له then. تاني خطوة يعني make a small hole. تعمل حفرة صغيرة in the soil. في هذه الطربة اللي انت جبتها بقى او المكان يعني الارض اللي انت جبتها. طيب علي بعد كده سأل سؤال كان اجابته حوالي نين سنتيمتر. واضح كده ان هو بيسأله عن عمق الايه الحفرة دي. كم العمق دي اسمها how deep? يبقى هنا رقم اربعة. هقول how deep must it be? يعني كم عمق الحفرة? او العمق اللي لازم تكون عليه الحفرة دي يعني. طيب بعد كده عليه سأل سؤال في الاخر هناك. اجابته كانت yes you should water it. بيقول له ايوة لازم انك انت ترويها. فهنا اكيد بيقول له بقى سؤال should i water it now? هل بقى اسقيها دلوقتي? قال له اسقيها دلوقتي. خلي بالك الاجابة هنا بيس يبقى تسأل بهل. عندي في الاجابة should يبقى اسأل بshould. يبقى should i water? بمعنى هل يجب ان انا ارويها? water هنا في بمعنى يروي. قال له ايوة اسقيها دلوقتي. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض. زي ما تعودنا بيكون في عندنا على الدرس التالت والربع. بيبدأ معي بسؤال القطعة. طيب زي ما قلنا السؤال ده اهم حاجة فيه انك انت تقرأ القطعة كلها على مهلك وترجمها قبل ما تحل. دلوقتي هنبدأ نقرأ القطعة بتاعتنا علشان نحل عليها. طيب بيقول هنا if you are planning to visit a nature reserve. بيقول يعني لو انت بتخطط لزيارة محمية طبيعي. there are some things you must do. بيقول كمان يوجد بعض الاشياء اللي لازم تعملها. first اولا you must respect the natural environment. اول حاجة بقى لازم انك تحترم البيئة الطبيعية. طيب بيقول كمان and all the animals that live there. وكمان تحترم كل الحيوانات اللي بتعيش هناك. this means you mustn't throw litter. ده معناه انك انت ما ينفعش ترمي القمامة. hurt or hate any animals. او انك انت يعني تقذي او تضرب اي حيوان. remember if you are a guest in the animals home. دايما تذكر انك انت ضيف في بيت الحيوانات. بيكمل بيقول secondly ثانيا you must be ready for your visit. تاني حاجة بقى لازم دايما تكون مستعد ليه الزيارة دي. استعد ازاي بيقول this means wearing good shoes لازم ترتدي. يعني حزاء جيد. taking enough water. وكمان تاخد مية كفاية معك and snacks. ووجبات خفيفة. بعد كده بيقول and wearing sunglasses not درد شمس always. دائما بقى follow the rules there. دائما لازم تتبع التعليمات هناك. خلي بالك بقى كلمة there هنا هي عادة على المحمية الطبيعية. طيب بعد كده بيقول هنا finally you must enjoy the beauty of the natural world around you. في النهاية بقى لازم تستمتع بجمال المناطق الطبيعية اللي موجودة حولك. take your time to see the plants and animals. انك تقضي وقتك في انك تشوف الحيوانات والنباتات اللي موجودة هناك. listen to the sounds of birds and enjoy the clean air. وكمان تستمع الى اصوات الطيور وتستمتع بالهواء النظيف. طيب بعد ما قرنا القطع وفهمناها نبدأ نحل عليها. نبدأ مع بعض اسئلة القطع. السؤال الاول. بيقول هنا what is the main idea of the text? ايه بقى الفكرة الرئيسية للقطع? طيب القطع كلها بتتكلم على الحاجات اللي لازم تعملها لو هتزور منطقة طبيعية. ممكن اقول مثلا the things يعني الاشياء that we must do اللي لازم تعملها to visit a nature reserve. الحاجات اللي لازم تخلي بالك منها لو انت هتزور محمية طبيعية. يبقى هنا الاجابة رقم واحد. هقول the things that we must do to visit طبعا nature reserve. الحاجات اللي تخلي بالك منها لو انت هتزور محمية طبيعية. وطبعا تقدر تكتب اي عنوان تاني برضو هيكون صح. لان هنا بيقول لك الفكرة كلها بتتكلم عن ايه? طيب. بعد كده نكمل مع بعض كده دي اجابة السؤال الاول. السؤال التاني بيقول هنا. what does the underline pronoun there? الضمير زير اللي تحت الخط ده بيشير الى ايه? واحنا بنقرأ القطعة قلنا ان هو بيشير الى المحمية الطبيعية نفسها الاجابة. كان بيقول لك هناك الحاجة اللي تعملها هناك. فاقول له هنا the nature reserve. اللي هي يعني المحمية الطبيعية. بعد كده بيقول. would you like to visit a nature reserve? why? why not? بيقول لك بقى هل انت بتحب انك تزور محمية طبيعية? ليه ولا لأ? طبعا هتقول له yes. لو قلت نو برضو صح بس تقول اسبابك بقى. اول حاجة هنقول yes. ونكتب سبب. وليكن مثلا نقول to enjoy the plant and animals. هو كتب لك في السطرين الاخرى. يعني اهمية او الحاجات اللي تقدر تستمتع بها في المحمية الطبيعية. يبقى اخر سؤال الرقم تلاتة. هقول له ايوة. to enjoy لكي استمتع ب plants and animals. طبعا اي اجابة كمان هتكون صحة برضو ما فيش مشكلة. بعد كده نكمل مع بعض. بيكون في عندنا سؤال اختياري على القطعة برضو. السؤال الاول. بيقول هنا. when you visit a place you are not. بيقول لما انت تزور مكان انت بتكون ايه? هو قال انك تبقى ضيف. طيب كلمة ضيف دي يعني guest. فاقول له هنا guest. واللي بعده بيقول. at the nature reserve you mustn't not the animals. بيقول كمان المحمية الطبيعية او في المحمية الطبيعية. لا يجب ان انت طبعا هو قال لي ولا تضرب ولا تؤذي الحيوانات. يبقى اختار لتنين بقى. اللي هي d. b.c مع بعض. طيب واللي بعده بيقول هنا. the word snacks means small نقط. طيب كلمة snack اللي هي وجبة خفيفة بتعني ايه صغيرة? طبعا قلنا الوجبة الخفيفة دي هي وجبة صغيرة. وجبة اللي هي meals او وجبات يعني. طيب بعد كده نكمل مع بعض بيكون في عندنا سؤال مهم جدا برضو. وهو سؤال الاختياري. السؤال الاول بيقول هنا. we can plant a flower in our homes in not. انت او احنا نقدر نزرع الزهور في البيت. فين بقى? طبعا عايز قول فيه وعاء او انية اللي هي الزهرية يعني. فاقول له هنا put. واللي بعده بيقول firstly اولا. we need to wash the dishes نقط. we need to dry them. اول حاجة بيقول محتاجين نغسل الطباقة. عايز يقول بقى ثانيا. طرى ما قالك اولا. يبقى هنا عايز يقول ثانيا محتاجين ننشفهم. طيب ثانيا دي بقى اسمها secondly. فاقول له هنا secondly. واللي بعده بيقول the parents had a نقط with their child about the results of the exam. الولدين عندهم كلام عايز يقول كده. مع طفلهم يعني عن النتيجة. طيب يبقى هنا اقول له talk. had a talk. اخر حاجة بيقول هنا. to not is to put something over something else to protect or hide it. اللي معنى انك انت تضع شيء فوق شيء تاني. انك تغطي يعني. علشان طبعا تحميه او تخبيه كده يغطي. اللي هي طبعا cover. فاقول له هنا cover. الصحة اللي بعده كده نكمل مع بعض. السؤال الاول فيها بيقول هنا. you are right. i agree. your opinion. بيقول يعني انت محق. انا اتفق مع رأيك. خلي بالك بقى. كلمة اتفق مع دي اسمها agree was. فاقول له هنا was. السؤال اللي بعده بيقول هنا. she collaborated. her friend to write a story. بيقول هي تعاونت مع صديقتها لكتابة القصة. يتعاون مع دي اسمها calibrate was. فاقول له هنا was. السؤال اللي بعده بيقول هنا. he not into the soil to make a small hole. بيقول كمان ان هو ضغط على التربة او الارض يعني علشان يعمل حفرة. كلمة ضغطة دي اسمها pressed. بعد كده بيقول children الاطفال نقط open the door for strangers. طيب خلي بالك بقى عايز يقول الاطفال ما ينفعش ان هم يفتحوا الباب ليه الغرباء. طيب عايز اقول لا يجب اللي هي طبعا ما send. واللي بعده بيقول هنا what should i not to get high marks. خلي بالك ده سؤال موجود عندي هنا should. should بيجي بعدها الفعل فيه المصدر. المصدر اللي هو بدون اضافات. اللي هو عندي do. مزاجب ان افعل. بعد كده بيقول when it's cold water not into ice. طيب دي الحالة الصفرية من حالات f. ادى الرابط اللي هو when. جاي بعد منه هنا مضارع بسيط. الجملة التانية مضارعة بسيط. water مفرد يبقى الفعل اخره s. فاقول هنا turns. تحول يعني الى talc. بعد كده بيكون عندنا سؤال correct. السؤال الاول بيقول هنا you نقاط follow traffic rules. طبعا هنا ما ينفعش انفي. ده انا عايز اقول انت يجب ان تتبع قواعد المرور. يجب اللي هي must. اعايز الاسبات هنا. you must follow. يجب عليك تتبع. واللي بعده when you don't نقاط breakfast you feel hungry. سهل جدا دي. احنا قلنا برضو ان كلمة don't بيجي وراها الفعل فيه المصدر اللي هو eat. يبقى اقول له هنا don't eat breakfast. don't زائد المصدر. واللي بعده بيقول you should not for the test. نفس الكلام برضو. كلمة shot بيجي بعدها الفعل في المصدر بدون اضافات. بتقول هنا study. يعني يجب عليك انت زاكر للامتحانات. يبقى study. واللي بعده if i feel l i always not my doctor. برضو خلي بالك دي الحالة الصفرية. if بيجي بعدها مدارع بسيط والجملة التانية مدارع بسيط. i هنا يبقى الفعل يجي في المصدر. اللي هو visit. طيب بعد كده نكمل مع بعض بيكون عندنا سؤال ايميل زي ما قلنا ان شاء الله. هنزل له مذكرة خاصة به على القناة.